سلام الله عليكم أحبة في الله ومرحبا بكم في فيديو جديدة على قناتكم شهيوات جزائرية في هذا الفيديو سنحضر مع بعض طاقت أناناس كتحلية سهلة ورقية أول مرحلة سنحضر العجينة المكسرة أو لبات بريزين لنحتاجوا فيها 11 ملعقة مملوئة جيدة فارينة ما يعادل 250 جرام ملعقة كبيرة سكر ناعم وقرصة ملح نخلط المكونات الجفاء مع بعض ونضيف عليهم 125 جرام زبدة لتكون قطعة مربعات ورح نبدأ نرملها غرب أطراف الأصابيع حتى تحصلوا على هذه النتيجة ونضيف عليها صافار أحبة بيت مع ملعقة صغيرة فانيليا ورح نبدأ نضيف الماء البارد حوالي 50 مليمتر يعني حوالي 3 ملعقة كبيرة بالتدريج حتى تحصلوا أعلى عجينة تكون بتماسكة وإحنا ببركة ملاحظة العجينة المكسرة أو لبات بريزي تصلح للوصفات الملحة والحلوة ولو يعني نفس الطريقة الوصفة ملحة نعملوا بها لكيش يعني تعملوا نفس الوصفة تنحيو برك السكر وبعد ما تحصلنا على عجينة تكون متماسكة كيما قلت لكم رح نحيها من الوعاء ورح نعملها يعني حناعملها بهالطريقة غير بكف اليد نحاول اني نفتحها هكذا باش نضمنوا انه زبدة توزعت في كامل فارينة ونطمها ورح نعملها على شكل كرة ورح نرشو طاولة العامل بالفارينة يعني لذ القليل من الفارينة ونبدأ نفتحها بسمك يكون من 2 حتى 3 مليمتر ورح نجيب المول اللي رح نطيب فيه الفوندر تارتاعي ورح نحط العجينة بهالطريقة نحاول اني نسجمها ونسوي كامل الأطراف بهالطريقة بشتدي يعني شكل تالي ومول نتخلصو مززائد باستعمال سكين ومبعد رح ندخلها للثلاجة رح نخليوها النصف ساعة بعد ما ارتحت مليح في الثلاجة رح نتقبها بفرشيطة بهالطريقة ورح نفرش ورق الزبدة ونحط أي حبوب جفاتكم توفرة عندك ورح ندخلها للفرن على 180 درجة مدة 15 دقيقة ورح نتخلص من الحبوب الجفة ورح نردها تكمل طيبها رح نزيد ونعطيها من خمسة حتى لسبع دقائق يعني حتى تتحمل وبعد ما اتحمل الفوندر تارتاعي هاوليكم رح تخلوه يبرد تماما وديموليوه وهنا يعمل احسن انكم دائما اتحمروهم باش يجيوكم قرمشين ورح نعمرب لك خام باتيسيال اللي كنا حضرناها مع بعض ورح نخليلكم الرابط اسفل فيديو وهنا في الاخير نجيب ليزاناناتاعي ونوزحهم على كامل الوجه بهالطريقة وانتو مخياتي تقدروا تعملوا اي فواكه تكون متوفرة عندكم كما الفارولة او الموز يعني وش كان متوفرة عندكم او حسب ضوطكم وفي الاخير خياتي زي انتهاء بالكارز المجفف واحنا اللي تحب التاغت انا نستحاء تكون كغامليزي ترش عليها السكر العادي وادخلها للفرن وادطلحها للفوق حتى يتكرمل هذا كسكر هذه هي خياتي الوصفة تعناتها اليوم ان شاء الله تعجبكم وما تنسوش اذا اجبكم الفيديو تشتركو في القناة وخاصة خاصة تفعيل الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد ونلتقي في وصفة جديدة وفي امان الله اشتركوا في القناة